مشاهدين الكرام مسيتوا بالخير والرحمة والبركة وامطار الخير والبركة اللي عمت أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ يوم أمس مشاهدين الكرام وهذه المشاعر في الحقيقة الجياشة اللي تنتاب جميع القاطنين على أرض الدولة حيث هطلت امطار الخير كما تشاهدون في هذه اللقطات التي تأتيكم الآن من خلال برنامج أماسي لمدينة الشارقة التي هطلت عليها زخات الأمطار والتي تراوحت فيما بين الخفيفة والمتوسطة مشاهدين الكرام ولا شك بأن نسبة الأمطار الغزيرة والأكبر على مستوى الدولة كانت هناك في المنطقة الشرقية اللقطات الحالية توضح هطول الأمطار على مدينة كلباء في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة درة الساحل الشرقي مدينة كلباء كذلك هطلت عليها أمطار تراوحت فيما بين المتوسطة والغزيرة ولا شك بأن اليوم كانت هذه المدن في أبها حلتها حيث توافد إليها العديد من الزوار هذا شاطئ كرنيش مدينة كلباء الشاطئ الجميل بتجهيزاته الحديثة وكذلك مرافقة وبالممشى الذي واضح حاليا الخاص بشاطئ مدينة كلباء برج الساعة واضح أمامكم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات كذلك لهذه اللقطات التي صورت صباح وظهر هذا اليوم مشاهدين الكرام كذلك هناك منطقة وادي الحلو والتي شهدت كذلك جريان السيول والأودية طبعا هذه اللقطات لشارع الوحدة في مدينة كلباء للواجهة الخاصة بالمباني الحكومية هنا كذلك مشاهدين الكرام الطريق المؤدي إلى منطقة وادي الحلو كما هو واضح نفق وادي الحلو والغيوم التي كذلك تغطي الجبال والأمطار التي تتساقط بغزارة مشاهدين الكرام تشاهدون جريان الأودية والسيول في هذه المناطق أمطار الخير الجميع اليوم استبشر بها وبالفعل لما نقول أمطار خير هي أمطار خير لأن تسقي البشر والحجر والشجر والمدر مشاهدين الكرام والناس لا شك بأن النفسيات تتغير الأسرة بكافة أفرادها الكبار والصغار مشاهدين الكرام في حالة فراح وفي كذلك تشاهدهم من خلال كذلك تجولهم فيما بين هذه المدن والمناطق مشاهدين الكرام هذا كذلك هنا كذلك مدينة دبل حصن مدينة الفاضلة مدينة دبل حصن والتي شهدت كذلك هطول أمطار تراوحة فيما بين الخفيفة المتوسطة وصلت بعض الأحيان إلى الغزيرة وكذلك هذه المدينة مدينة دبل حصن تشهد توافد للزوار من كافة أنحاء الدولة سننتقل إلى عروس الساحل الشرقي مشاهدين الكرام واللي في الحقيقة الوصف لا يفيها حقها المدينة شهدت منذ مساء الأمس توافد آلاف الزوار بلا مبالغة شوفوا هذا المنظر وهذا المنظر الجمالي الرباني البديع سبحان المولى عز وجل ما أعظم هذه الصورة مشاهدين الكرام اللي نشوفها حاليا حيث تمتزج الغيوم مع الجبال مع الشاطئ الجميل وهذه القلاع والحصون اللي تشتهر بها مدينة خرفكان واللي تعتبر أحد أبرز وأهم معالمها هذا الشاطئ الخاص بمدينة خرفكان مدينة خرفكان اليوم مشاهدين الكرام وأثناء قدومي من مدينة خرفكان إلى الشارقة في الحقيقة كان هناك اليوم عدد كبير من القادمين إلى المدينة يكاد عدد المركبات حسب تقديري الشخصي ربما يصل إلى مئات المركبات اللي اصطفت مشاهدين الكرام فيما بين الطريق المؤدي إلى خرفكان مرورا بالأنفاق حيث يشاهد الجميع جريان الأودية والسيول مشاهدينه والاستراحات اللي على جانب طريق خرفكان هذا طبعا المنظر للسوق القديم حصن خرفكان كذلك هنا منظر آخر مشاهدين الكرام لأحد أبرز المعالم التراثية نجد المكسار نجد المكسار في هذه اللحظات وهنا استراحة سد الرفيصة الطريق المشاهدين الكرام في جميع أنحاء مدينة خرفكان وبالذات في الطريق المؤدي إلى خرفكان لوحات المركبات من دول مدلس التعاون بالإضافة إلى المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة امتلأ بها الطريق لدرجة أن قبل قليل وصلت معلومة مؤكدة بأن أغلق الطريق المؤدي إلى خرفكان للقادمين إلى خرفكان بعد تحديدا جسر دفتة لإجراء بعض العمليات التحسينية للطريق نتيجة تساقط بعض الأحجار مشاهدين الكرام والصخور من على الجبال المنظر الذي رأيته اليوم منظر يثلج الصدر ويبهج كذلك النفس المشاهدين الكرام لتوافد الناس واستمتاعهم وكذلك تجولهم فيما بين أبرز الأسواق والأماكن والمعالم التراثية والسياحية لهذه المدينة نسأل مولا عز وجل أن يديم علينا هذه النعم وننوه مشاهدين الكرام بأننا في أجواء فرحة ونتمنى من الجميع الالتزام أولا أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة البعد عن مجاري البعد عن الأماكن التي فيها تجمعات المياه وجريان الأودية والسيول نريد هذه الفرحة أن تستمر هذه نعمة من المولى عز وجل تستوجب الحمد والشكر لا نريد أن تتحول لا سمح الله إلى حزن بسبب تهور البعض وكذلك قيامهم باتخاذ بعض الأمور الغير محسوبة وبالتالي نتمنى من الجميع الالتزام بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة يمكن أن أحب أن أنوه بأنه على جانب طريق خور فكان مشاهدين الكرام الاستراحات هناك مناطق استراحات خاصة لجبل اللبان العربي جبل التين وهذه جبل الميز السقب وهذه الشتلات مشاهدين الكرام غرسها سيدي صاحب السمو بيديه الكريمتين في أثناء تنفيذ مراحل طريق خور فكان خلال فترة سابقة في هذه المناطق وهذه الاستراحات يتواجد كذلك الزوار والسواحل يستمتعوا بهذه المناظر البديعة وبهذه النعمة الربانية لليوم كذلك أو منذ يوم أمس مشاهدين الكرام نستمتع بها وكذلك نشكر المولى عز وجل على هذه النعم ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعم وأن يبعد عن كل ما يعكر صفو هذه الأجواء وكذلك هذه المشاعر السعيدة التي نعيشها في دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة إلى العناوين ترجمة نانسي قنقر